إذن الأسواق الناشئة ومؤشرات الأسواق الناشئة طبعا من أكثر المؤشرات التي تكون جاذبة لاستثمار والاستثمار مرتفع المخاطرة في هذا العرض نولكي نظرة من بداية ما هي الأسواق الناشئة هي التي لا تحتوي على كل معايير الاقتصادات المتطورة لا تحتوي على هذه المعايير بمعنى أنها لا توجد لديها نفس التشريعات التنظيمية لا توجد لديها البنية الأساسية الرئيسية لتحقيق الاقتصاد المتطور ولكن لديها بعض خصائص الاقتصاد المتطور إذن هي في طريقها لتصبح اقتصادات متطورة ولكنها بعد يطلق عليها اقتصادات ناشئة ما هي أبرز هذه الاقتصادات الناشئة؟ ما تسمى بالبريكس؟ هذه الدول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا هذه هي دول البريكس هي أكبر لاقتصادات الناشئة في العالم إذن نتحدث عن مؤشرات أسواق الأسهم كنا نتحدث عن مؤشرات الأسواق الناشئة فبداية ما هو المؤشر لسوق الأسهم؟ هو مقياس لحالة السوق يتم حسابه كمتوسط الأسعار يتم جمع مجموعة من أسعار لقطاع معين أو لبعض الأسهم الموجودة داخل السوق وبالتالي يتم الحساب كمتوسط بإعطاء أوزان نسبية لكل سهم ويكون معبر عن حالة السوق بصفة عامة فإذا كان المؤشر يتحرك صعودا فإذن السوق يتحرك بشكل صاعد والعكس كمثل مؤشر داو جونز أو مؤشر S&P 500 مثلا للأسواق الأمريكية الأسواق الناشئة أيضا لها مؤشرات تقيس أداء هذه الأسواق أشهر هذه المؤشرات على الإطلاق ربما هو مؤشر MSCI الخاص بمورغان ستانلي وهو مؤشر للأسواق الناشئة أيضا هناك مؤشر لستوكس بالنسبة للأسواق الناشئة كذلك أيضا يعني إذا نتحدث عن مؤشر فوتسي راسل وهو بين مؤسستي فوتسي ومؤسسة راسل الأمريكية وهو أحد الشركات طبعا التي تقوم بصنع المؤشرات وكذلك أيضا مؤشرات داو جونز لديها أو مؤسسة داو جونز لديها مؤشرات للأسواق الناشئة أشهر هذه المؤشرات كما ذكرنا هو MSCI هذا المؤشر يتكون من مؤشرات الأسهم لثلاثة وعشرين دولة ناشئة مختلفة تنقسم إلى ثلاثة أنواع من المؤشرات مؤشرات الأسهم الصغيرة أو small caps ذات رؤوس الأموال الصغيرة مؤشرات الأسهم المتوسطة أو mid caps أو الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة ومؤشرات الأسهم الكبيرة large caps طبعا الأوزان النسبية بالنسبة لهذا المؤشر تعتمد على القيمة السوقية وبالتالي كلما ترتفع القيمة السوقية لأحد هذه الشركات تأخذ حصة أو نسبة وزن نسبي أكبر في هذا المؤشر ولكن السؤال الأهم هو كيف يتم تداول مؤشرات الأسواق الناشئة يعني هذه الأسهم هل هي فقط لقياس الأداء هذه المؤشرات لا يتم التداول بما يحرف بال ETS أو صناديق لاستثمار المتدولة هذه الصناديق يتم تداولها كأسهم طبيعية داخل الأسواق يمكن تداولها مثلا من خلال السوق الأمريكي إذن كيف ذلك؟ هي تقوم بتتبع حركة المؤشرات نفترض أن هناك ETF أو صندوق استثمار متداول يتتبع MSCI للأسواق الناشئة وبالتالي يقوم هذا الصندوق بالشراء في هذه الشركات الموجودة داخل المؤشر وبناء عليه حينما يقوم المستثمرون بشراء هذا الـ ETF هذا يعني أنهم قد اشتروا أو قد قاموا بشراء هذا المؤشر أو هذه المجموعة من المؤشرات إذن كيف تستفيد الشركات المدرجة في هذه المؤشرات؟ طبعا الاستثمارات غير المباشرة من صندوق الاستثمار المتدولة كما ذكرنا يعني تذهب إليها استثمارات غير مباشرة من كثير من المستثمرين الأجانب خارج هذه الدول الذين يجدون أن ربما الأسواق الناشئة تمثل فرصة لأن دائما الأسواق الناشئة يكون لديها فرص لنمو أكبر من الأسواق المتطورة وتحقق أسواق الأسهم الناشئة أرقام قياسية في الغالب حينما يكون وضع الاقتصاد العالمي جيد وبالتالي تذهب إليها الكثير أو تتضفق إليها الكثير من الأموال وهذا هو ما يجذب المستثمرون إلى هذا النوع من استثمار عالي المخاطر وعالي العوائد أيضا وفي المقابل طبعا تستفيد هذه الشركات المدرجة في هذه المؤشرات بتضفق المزيد من السيولة إلى أسهمها